السلام عليكم. لقيتني كنوجد واحد المناسبة. بدلت نشارك معكم الحلوات اللي غدي ندير ان شاء الله. اول حلوة غدي نشارك معكم هي الفقاس لكن فقاس مختلف تماما فقاس اكتر من رائع. واحد البنة كتكون فيه واحد لهشوشية واحد تقرب يشاف نفس الوقت لما دقت يلو رائع. الناس اللي متى يجبو مش الفقاس هذا غدي يجبكم. في واحد البنة رائعة 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 رائعة. وغتشوفوا معي حتى الخدمة ديالو. سهله. مختلفة على الخدمة ديال الفقاس البلدية والفقاس اللي مول فين كنقعدو. هذه الطريقة وسهلة بسهل وما كيكون فيه حتى شيكوا صور. المهم اه 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 ايلا جربته. مكونو متى وانتقنين. غدي يعجبكم غين يخليكم معي. بنسبة للمقادر هنا غان دير مقادر شوية كتر اولا المقادر ديال ستة البيضات. اتقدرو اتنقصو او ديروا نسف الكيميا فقط غان خلي ديالكم المقادر دياله في صندوق الوصف. الملحة الرقيقة لتخلط لكم في هذه المكونات على الملحة الرقيقة الملحة الرقيقة اجتبدا في السكار ولكن ستجربه و سترده لدي الخبار هنا خدمت بأنه لدي جوجة الأنواع لدي هذا السكار الأصمر خدمت بيهم و أي نوع ماشي بالضروري تخدمه بدأت لغالي قدرت جوج مع القكبار من البخالينة هذا غي شريته صوبته معكم شامرة و ما كانش ندي الوقت باش نصوبه و ما عنديش في تلاجة شريته واجد جوج مع القكبار عمرين البخالينة دياللوز سوف نخلط هذا الشيء جيد حتى نسجم لك على المكونات تدوب الملحة مع ذلك السكار مع ذلك البيض سوف نزيد جوج كؤوس عنباء من زيت المائدة و المكونات الآخر الذي يعطيكم واحد الماداق الثاني لهذا الفقاس هو زبدة نوازيت عندي نصف كاس عنباء من زبدة نوازيت زبدة لرومية الحيوانية من طبيعة الحلدية الماكلة التي نطيبها على البوطة حتى تصفى من ذلك المادية لها و تبديلها اللون و تبديلها اللون من بعد ما كطب نصف كاس عنباء و تكون بردة من طبيعة الحلد لا تكون سخونة أو لا تكون جمدة و انما غير بردة لا تخدموش بها سخونة ازتغلت واحد الكاس عنباء من الحليب وهو عادي لهو سخون لهو برد نخلط هذه المكوبينة مزيان و سوف نسيط على فواكه الجافة عندي زبيب واحدة زلافة مع مرش هنا عندي زلافة الكبار بزلافة اخديت زبيب رق طوف الماء واحدة لمدة ترتب سوف نحتاج زلافة اللوز محمر ماشي خضر لوز محمر لا لان هذا الفقاس سوف يبت وهذاك اللوز وخة محمر سوف يأخذ الرطوبة و من اللي سوف نقطع ما سوف يتوقع لكم تجاهل بحال بحال غير هو هذا المحمر و من اللي تردد الفقاس يتبط تبات تانية دقيقة تدخلها يعني هو أصلا حمار قد يزيد تقارمش و سافق و من اللوز محمر كبير حمارات قوية ما حمرته اخفيفة لذلك قياس القياس غير هو هرمشته واحدة شوية او له هرست واحدة شوية مخلتهوش لحاح و زلافة او ماشي كاس 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 عنبه من الزريعة الزريعة العادية من القياه من الزريعة قد اعتقوموا يشتقون واحدة للمضاق زبين فضل في القز سوف نجمع بالدقيق نضيف حلويات 15 جرام من الخامير الكيموية نضيف حلويات نضيف حلويات نضيف حلويات نضيف حلويات نضيف حلويات حسب حجم البيض و حسب نوعية نضيف حلويات نضيف حلويات في الواقف نضيف حلويات مرحلة و أحصل على جديد لقد أخبرت لقد أخبرت حتى لقد أمضته و أكتشفت اشتركوا في الفيديو اشتركوا في القوام العجينة تكون في حلقة لا هي جارية ولا هي ثقيلة لا هي ثقيلة تحكم فيها في الفيديو و ليس جارية سائلة تجبت و تتسقل هنا سوف نحن الموجودة سوف نأخذها في المول الكيك تأتي الغزال كي تأتي الغزال كي تظن هذا المول الكيك يأتي مفتاح و يجب المختلف و يجب المختلف حتى ندر المكركب المهم سوف ندر المول مضيب صدير و سوف نلتقى و نعمر لم يكن كثير لانه لا يجب من القياس سوف نجد فقص عالي و نحن نعمر نعمر كل من نصف المول ما هي القياس التي قمت هذا هو القياس بالضبط سوف نضيف للمون نضيف الفران لا تصخنه من قبل سوف نضيفه عفية تكون أقل من المتوسطة يعني عفية مهيلة ونشعل غير من التحت الفقس نضيفه في الرف الوسطاني ونضيفه نضيفه من العفية قليلا ونضيفه 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 يبدأ يبرد نغلبه بالفيلم علي مونتغ ونجعله بات ليلة كاملة ضروري بات ليلة كاملة باش تكون الوزاة اللي دارين الداخل حيث مرطبناه موالو ومحمرين باش هكا كيرطابو يعني ذاك الفقاس كيدلق ذاك الرطوبة وهذاك المكسلات اللي دارين كيزيد ورطابو فتقطع متيجد بكمش يعني بالنسبة لي انا ما كانش عندي يعني كنت شوية دير بالوقت صوبتو الصباح وقطعتو بالليل ولكن هو يستحصن انكم تبيته ليلة كاملة تغلفوه مزيان وتخليوه بات ليلة كاملة بالنسبة لي تقطع مص يكون ماضي جديد تقدرون شو الممس العاديين دوك شي يقولوا ليهم الممس اللي كبرنا بهم اللولين دوك حدا يمكن مهم دوك الممس اللولي هادوك ممكن تخدموا بهم او الكيتور انا كان فضل دائما نقطع الفقاس بالكيتور كيجيني سهل وعمالي وكي قطع ليهم من ذاك شي يعني ما بشوية بشوية ما كيكون عندكم شي كوصور والوها تشوفوا معي الفقاس ما كيكونش فيه الكوصور نهائيا اه سافي كان من ذاك نقطع شوية بشوية وكان هبط غيب شوية مني نحسب راسي مثلا وصلت لشي حاجة في شي لوزة وشي حاجة غيب شوية حتى ننهرسها او لحتى نقطع باش ما نشرشمش هادك الفقاس كامل وانتو ما شوفو را هكا كيجي بالنسبة لتقطع هذا الفقاس هذا ما كيبغيش يكون رقيق لانه فيه الزيت وزبدة الى قطعتوه رقيق بززاف غادي يشكو مشتت يعني غادي نقطعوه بينو بينكي نقطعو الفقاس عادي وانتو ما شوفو ما شوفو ما شاء الله را عامر ذاك الزريعة وذاك ذاك شلي درناه بلا ما نقول لكم ها هو خضروتي شي هي لالوين ديالو ولا حتى واحد الرحاف واحد الرحاف فيه غزالة كان ستوف طاوة ديالفران كان دخلوه يطبلو مرة تانية طريقة العادية ديالفقاس ولكن النظائح المهمة هو ما كان شعلوش عديه من الفق نهائيا اذا شعلوش عديه من الفق عفيا فوق منو غادي يتبوق لكم وغادي يتبوق لكم وغادي يعواج وغادي يتخطف وما غادي شي تقرمش احنا غا ندروا عفيا مهيلة فران يالله تخلناه اولا فران بارد وكندروه في الوسط وكنخليه يطيب في عفيا لي يلتحت حتى ها كدخلو الطيبة مزيان من الداخل ومن برا وثيبا لكم بدك يتحمر او بدك يتدهب عاد تقدروه تكملو الهيلة خاصو متلا تحمر من الفق غير هو كيكتلكم خاصو عفيا مهيلة باش تكل مكسارات كيتقرمشو تيتحمرو الطاومة ذاك اللوز اصلا نمحمر غير كيزيد يعني يتقرمش وياخد لكم الوين صوين وباش ما اخدلكم الوين ذهبي باش ما كيكونوا مدى قديروا بنين وهذا الشكل ديالو شوفو مشاء الله رائع غزال يعني هو مختلف شوية على هداك اللي مولفين كنقدو حتى المدى قرع مغاير ولكن راه بنين 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 ديك اللي بدان وزيد ديك اللي بخالي نلدرنا وبزافة الحويجات تخلوه يجي رائع يعني حتى اللي ما كيعجبوه مش الفقص العادي هذا غادي يعجبكم كنوا متقنين وكيخرجنا كمية اللي هي زوينة واللي بغاين ينقص كمية ديالملحة ممكن ينقصها المهم راه هاديك الملوخة مع هاديك الحلوة كتعطي واحد طيبة رائعة ايوه هذا مكان كانت منا تجربوه ترضو علي الاخبار نقول لكم خليتكم على خير نشوفكم من بعد ان شاء الله غدي نحاول نشارك معكم حلوة اخرى اللي كان وجد كتلكم بواحدة مناسبة غنحاول نشارك معكم الحلوات اللي غدي ندير يلا خليتكم على خير نشوفكم من بعد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة